قاعد الصبح المؤلف والكاتب والمبدع سرمد أبو الفلافل فسأل سؤال سألاني اللي شوكت أبقى سبين ويبقى جسمي بهاي الحالة بحث وقرر يسوي كتابة بعنوان إشلون أضعف بطريقة صحية وانت اللي متحب قراءة الكتب تعالي أولا تروح بعيد آن وهذا الوحش راح اللخص لك هذا الكتاب بمجموعة من الأسئلة سؤال شنو تأثير النوم على فقدان الوزن السهر وعدم النوع ومن نتكلم عن النوم أقصد النوم بالليل قال تعالى و جعلنا الليلة سكنا وقال تعالى و جعلنا الليلة لباسة و جعلنا النهارة معاشة كيف النوم يأثر على فقدان الوزن طبعا النوم يأثر على إفراز أربع هرمونات في الجسم أما يزيد إفرازها أو يقل إفرازها هو هرمون الجوع هرموني لغريلين هذا الهرمون يتكون بالقناة الهضمية تمام؟ من يكون المعدة فارغة راح يتكون هذا الهرمون ينتقل عن طريق الدم إلى الدماغ و راح يصير أدنى الإحساس بالجوع اللي راح يفتح الشهية ويدفع الإنسان على تناول الطعام إذن أدنى ثلاث نقاط النقطة الأولى الإنسان ما نام زين صار أدنى قلة بالنوم راح يزداد إفراز هذا الهرمون وبالتالي راح يزداد الوزن نتيجة لكثرة تناول الطعام أول الثاني هو الهرمون الليبتين هذا هو هرمون الشبع الهرمون يعمل على تنظيم توازن الطاقة في الجسم وبالتالي راح يحفز فقدان الوزن في حالة عدم النوم يقل أفرازه وبالتالي يصير عندنا زيادة بالوزن تشعر بالجوع يمكن صعد عده هرمون الليبتين اليوم ماكو غدا؟ لا لا تخلينا عيس هل نرجع عاد ثلاث هرمون الإنسولين هذا الهرمون يزداد أفرازه في حالة عدم النوم أو قلة في النوم يصير عنده شراها بالأكل وخاصة للحلويات والسكريات هي الحلويات منافسة للسكريات؟ دي الله يلا هرمون الكورتزول اللي هو هرمون الستريسي صحولة في حالة عدم أو قلة النوم في الليل يؤدي إلى زيادة الشهية يفتح الشهية ويؤدي إلى انتفاق البطن فبالتالي إذا صار عندنا قلة في النوم أو في حالة أنه شخص صار عنده ستريس راح يزداد إفراز هذا الهرمون أو راح يزداد الشهية سؤال آخر شنو تأثير الماء على فقدان الوزن؟ طبعا من النقاط المهمة والسهلة واللي ما حد ينتبه لها هو عدم شرب الماء بكميات كافية جسم الإنسان مكون من الماء أكو شيء اسمه الانترنال سيغنال الإشارات الداخلية الداخلية هي الإشارات اللي يبعثها إلى الدماغ إلى الجسم في حالة من يكون الإنسان جعان أو عطشان فمن تنفرز عندك هالي الإشارات جسمك ما راح يفرق إنه هو جعان أو عطشان إذا جاك هذا الشعور يعني قصد الشعور بالجوع اشرب ماء وانتظر فتع عشر دقائق وورا العشر دقائق إذا بعد هذا الشعور عندك فأنت فعلا جعان فشرب الماء يعمل على غلق الشهية راح يسد لنا الشهية إذن لازم نشرب الماء قبل وبعد الأكل وقبل وبعد الرياضة وبثل ما تعرفون شرب الماء بكميات كافية يساعد على إزالة السمو من الجسم إذن لازم نشرب الماء حسب حاجتنا حسب الكمية أن نحتاجها من لتر إلى لترين باليوم ونقسمها على اليوم نصاعة غريبة لفقدان الوزن بدون حرمون أو رياضة طبعا إذا تبعتهم راح ينقص وزنك من 15 إلى 17 كيلو النصيحة الأولى بدل ما تاكل بماعون كبير أكل بماعون صغير معلومة غريبة لكن الدراسات بيانت أنه الياكل بماعون كبير راح يأكل بكميات أكبر والياكل بماعون صغير راح يأكل بكميات أقل يعني الياكل بماعون صغير راح يحس أنه كمية الطعام كبيرة ولكن بالحقيقة هي قليلة وكذلك هالقاعدة تنطبق على الشوكات والخوافيق لازم نستبدلهم بحجم أصغر اثنين اللي بتعاد عن الأعروب يعني شنو أنت مثلا تحب نستلة معينة تشيبيس معين أو تحب الأندوم ولقيها تمسوين عرض مثلا 30% خاصة مع الكارتونة لا تشتري كارتونة كاملة أبد ليش طبعا أنت عبالك قلل لك من السعر ولكن بالحقيقة أنه راح يزداد صرفك للمادة خلال المدة المعينة وهذا اعتقاد خاطئ أنه أنت عبالك هو قلل لك من السعر تخيل نفسك دينياليال وانت جوعان وعندك الكارتونة كاملة فرح تاكل ثلاث قطع أربع قطع وممكن خمس قطع بينما إلا أنت جايب قطعة وحدة فرح تاكل هاي القطعة الوحدة وخلص فالأفضل قلل من شراء هاي الحلويات ومن هاي الشغلات واشترم مكانها فواكه وخضروات أفضل إلك ثلاثة هاي فوليوم لو كالاريز شنو معنى هذا الحجي؟ يعني أكل الطعام المشبع قليل السعرات الحرارية مثال على الطعام اللي يكون سعراته قليلة مثلا الرقي أما اللي يكون سعراته عالية مثل المكسرات وتقدر تروح للجوجل وتبحث عن الطعام اللي يكون سعراته الحرارية قليلة النصيحة الرائعة لا توزن وتقيس وزنك بشكل يومي قياس الوزن مرة واحدة بالأسبوع قبل الريوق وبعد ما تروح للتواليات وبهاي الطريقة راح تشوف تغير ملحوظ في الوزن ولا تركزون فقط على الرقم اللي يطلع لك بالميزان أوكي؟ وحاولوا تأخذون مقاساتكم أماكن معينة في الجسم مثلا أعلى الذراع منطقة الصدر منطقة الخسر منطقة الحوض ووسط الفخذ فخلي نسوي جدول أسبوعي ونسجلهم كل أسبوع مرة واحدة نجي الآخر نصيحة واللي هي زيادة النشاطات اليومية أمكان ما تأخذ المصعد أخذ الدرد شوف هذا هنا جاي صيح قمر عرب جبن عرب خلنا روح أجيب وجي أصفت السيارة أمكان بعيد عن المكان اللي أنت راح له حتى تضطر تروح ماشي وتفقد المزيد من السعرات الحرارية وهو يعدنا أمثلة مماثلة لهاي الحالات تزيد النشاطات اليومية وبالأخير إذا ما تدخل على اليوتيوب هسة وتسووا اشتراك بالقناة وتدخل على الوصف وعطيت لكم رابط بالوصف وتشتركون بالقناة اللي موجنتها بالوصف أبد ما راح تضعف